تظاهرة حاشدة في تعز تطالب الحكومة بالعمل على بدء الإصلاحات الاقتصادية وتندد تدهور العملة الوطنية الدفاع الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات دقيقة ونوعية ضد مواقع تخزين أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي مقتل وإصابة ثمانية جنود في هجوم مسلح استهدف دورية عسكرية في أبيان وقوات الاحتلال تكثف من هجماتها وقصفها على غزة في اليوم السابع وسبعين بعد ثلاثمائة من العدوان على القطع أخبر الواحدة من يمن شباب أهلا بكم البداية من الملف الاقتصادي حيث تجددت الاحتجاجات الغاضبة في مدينة تعز على خلفية تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى ألفي ريال يمني وشهدت المدينة تظاهرة حاشدة في شارع جمال ردد خلالها المحتجون هتافات غاضبة نددت في تدهور العملة وارتفاع الأسعار ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بسرعة تدخل وإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي تحاول الحكومة التمسك بالقشة التي تنجيها من الغرق بعد أن أضعت الكثير من الفرص التي كان يمكن أن تبقيها قوة تصارع التحديات التي بادت تحاصرها من كل جانب الريال اليمني وسعر الصرف والوضع الاقتصادي ثلاث مصطلحات بادت هي كل ما يشغل اليمنيين بعد أن وصل سعر صرف العملة الوطنية إلى مستوى تاريخي من الانهيار الذي لم يسبق أن وصلت إليه من قبل حيث كسر سعر صرف الدولار حاجز الالف ريال فيما تعدى صرف الريال السعودي خمسمائة وعشرين ريالا كثيرة هي العوامل والأسباب التي مر بها الاقتصاد وأوصلت العملة إلى هذا المستوى من الانهيار ولعبت الحكومة والشرعية في كل المراحل دورا سلبيا جعلتها تفقد قيمتها هي الأخرى في نظر الشعب فقدان السيطرة على السياسة النقدية وترك المركز المالي للدولة في صنعاء لسنوات كان أول هفوات الشرعية حيث استغلت الميليشيا الحوثي الوضع وشرعت في نهب الاحتياطي الأجنبي للبلاد المقدر بخمسة مليارات دولار وفي صحوة متأخرة أصدرت الحكومة قرار نقل مقر البنك المركزي إلى عدن لكن بعد أن تم تصفير الاحتياطي من قبل الميليشيا وبالتالي لم يشكل القرار فارقا كبيرا خصوصا مع عدم وجود الدعم الكافي للبنك والاقتصاد بعد ذلك وفي قرار غير مدروس ذهبت الحكومة لاتخاذ قرار طباعة عملات نقدية جديدة دون النظر في عواقب القرار وما قد يضفيه من أعباء على الاقتصاد والوضع النقدي لم تفوت الميليشيا الحوثية الفرصة لمحاربة اليمنيين وتضييق عيشهم فقامت في العام 2019 بإجراءات كارثية عبر منع وحظر التعامل بالطبعة الجديدة من العملة لتخلق أكبر أزمة اقتصادية وكان ما بعد ذلك أكثر كارثية مما قبله حيث أصبح للبلد الواحد عملتان وذلك بالمفهوم الاقتصادي والإنساني يعني تعميق ومضاعفة المأساة لم تتوقف الميليشيا بل ذهبت أبعد من ذلك في عام 2022 حين استهدفت موانئ تصدير النفط في مناطق الشرعية في حضر موت وشبوة الأمر الذي أفقد الحكومة أحد أبرز مصادر دخلها الذي تعتمد عليه في كثير من المجالات مؤخرا جاءت الفرصة للشرعية لمعالجة كل إخفاقاتها عبر القرارات القوية التي اتخذها محافظ البنك أحمد غالب المعبقي غير أن المجلس الرئاسي والحكومة رضخت للضغوطات الأممية والسعودية وقامت بتجميد القرارات إلى أجل غير مسمى لتذهب العملة بعدها نحو منحدر سحيق من الانهيار هذا المسار الطويل من الانتكاسات والانهيار شاركت فيه الشرعية وحكوماتها المتعاقبة منذ عشر سنوات حين وقفت عاجزة أو ربما تصرفت بخذلان مع حاضنتها الشعبية ولم تقم بأي حلول جدرية لضبط سعر الصرف في الأسواق وتركت المجال للمضاربين بالعملة وللميليشيا من جهة أخرى للعبث بالوضع الاقتصادي فهل ستستمر في خذلان مواطنيها بعد أن بلغ السيل الزبا كما يقال أم ستصحو من غفلتها لتعالج كل الأخطار نبقى في تعز جددت ميليشيا الحوثي قصف الأعيان المدنية والمناطق المأهولة بسكان في المحافظة بعد يوم من إصابة امرأة بقصف للميليشيا على مدرية مقبنة مصادر محلية قالت أن الميليشيا استهدفت بعدة قدائف هاون قرى مأهولة بسكان في منطقة حاضية على الحدود الإدارية لمدرية مقبنة بتعز والمحادية المدرية حيس بمحافظة الحديدة وتسبب القصف الحوثي بإلحاق أضرار في مرازل المواطنين خصوصا الواقع في قرية الصوفة وترويع النساء والأطفال في جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الميليشيا الإرهابية إلى ذلك قتل مواطن بنيران عصابة تابعة لقيادات من ميليشيا الحوثي في مدرية مقبنة غربي محافظة تعز في ظل انتهاكات مستمرة ترتكبها الميليشيا بحق الأهالي مصادر محلية أكدت أن منتحل صفة مدير أمن مدرية مقبنة المعين من قبل الميليشيا الحوثية مالك محمد المكن أبو مالك والمدعو أبو نصر الشميري قام بالسطو على أراضي المواطنين في مدرية مقبنة ووفق المصادر فقد وجه القيادية الحوثي حملة مسلحة بينهم زينبيات وقاموا بإطلاق النار على الأهالي في كمب الصعيرة مما أدى إلى مقتل الشاب سقر قائد من منطقة سقمب في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الأغذية العالمية ذهب برنامج الغذاء العالمي لتقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية في مدينة تعز على الرغم من اتساع رقعة أو رقعة المعاناة جراء استمرار حرب وحصار ميليشيا الحوثي وما الحقة من انهيار في الوضع الاقتصادي المزيد في التقليل التالي في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الأغذية العالمية الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر تشرين من كل عام فوجئ أحمد وأسرته بإشعارهم باستبعاد أسمائهم من سجلات الإغاثة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي يعيش أحمد عائلته في ظروف معيشية صعبة بمدينة تعز المحاصرة في ظل ظروف اقتصادية متأزمة وانعدام فرص العمل أنا كان عائل سلام السلام السلام كانت السلام سهريا وبعلي قلت النوع إلى ثلاث مرة في السنة والآن أتفاقات بإصغط اسمي وأنا إنسان عامل وما أستمر على السلام هذه والأطفال أني قلت استلم اللغاثة قالوا ليش تلمي ذا الشهر الشهر الثاني يعني ما تقشت استلمي معا فيش طبو على اسمي ليش معي ثلاث أقوها المحد يدي لهم دقال شاقي معا يعني يشقي كل يوم بيومه ساعة يحصل ساعة ما يحصلش مستقرين دكان يعني الإنسان المحتاج ما فيش معاه ما يدلوش لا معانا معاش لا معانا بيت لا معانا حاجة هذا مش حرام أحمد واحد من بين أكثر من ثلاثين ألف أسرة من أصل مائة وعشرين ألف أسرة أشعرها برنامج الغذاء العالمي في المدينة بعدم الحصول على سلة غذائية في المرة القادمة خطوة لاقت استياء كبيرا لدى تلك الأسر التي تعتمد على المساعدات الإغاثية منذ سنوات توقف المساعدات يهدد بتفاقم الأزمة المعيشية بحسب مختصين في ظل انهيار قيمة الريال وارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية ما يصعب على الأسر مجاراتها الذي حصل أن الأسر التي وضعها إزاج سوءا هي التي أسقطت باستهدافها البارنامج والأسر التي ارتاها وتحسن وضعها عما بقت كما هي في كشوفات المستفيدين والبرنامج وعد أنه سيتم تقديم شكاوي من المستفيدين الذين أسقطت أسمائهم وسيتم معالقتها بالنزول الميداني إلى هذه الأسر وإعادة الأسر المستحقة للمساعدات الإنسانية في الوقت الذي كان يتوجب على برنامج الغذاء العالمي توسيع دائرة الاستهداف ذهب لتقليص عدد المستفيدين بنحو 28% إذ تضاف الكثير من الأسر إلى قائمة المحتاجين على نحو دائم بسبب فقدانهم لأعمالهم جراء حرب الحوثي المستمرة حتى أولئك الذين يمتلكون مصادر دخلا أصبحت رواتبهم لا تكفي لتأمين متطلبات المعيشة لأسرهم مع انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي إلى حد خطير ينذر بمجاعة وشيكة عبد العزيز الزمحاني من شباب تعز أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها شنت غارات جوية بواسطة قادفات استراتيجية خفية من طراز بيتو على منشآت لتخزين السلاح تابعة لميليشيا الحوثية الإرهابية وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين في بيان إن القوات الأمريكية نفذت ضربات دقيقة مدى خمسة مواقع ومنشآت تحت الأرض التابعة للحوثيين والتي تضم مكونات أسلحة مختلفة من نفس الأنواع التي استخدم الحوثيون لاستهداف سفن مدنية وعسكرية في سائر المنطقة وقال الجيش الأمريكي أن التقييمات جارية ولا تشير لسقوط خسائر بين المدنيين في أبيان قتل وجرح نحو ثمانية جنود إثر تعرضهم لكمين من قبل مسلحين في مدنية موديا شرقية المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات الانتقالي مصادر محلي قلتنا كمينا مسلحا استهدف طقما عسكريا تابعا لقوات الدفاع الساحلي في قرية البقيرة شرقية مدنية موديا مساء الأربعة وأضحت المصادر أن الاستهداف أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة خمسة آخرين دون معرفة تفاصيل أكثر حقوقيا عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها الشديد لتدهور الوضع الصحي للصحفي فهد الأرحبي المحتجز لدى جهاز الأمن والمخابرات الحوثية في محافظة عمران منذ الحادي والعشرين من أغسطس الماضي على خلفية قضية نشر النقابة في بين الله أكدت أنه وحسب المعلومات التي حصلت عليها فإن زميل الأرحبي يعاني من التهابات حادة في الصدر والتهابات في الدم والأمعاء والمفاصل إضافة إلى قرحة في المعدة والاثنى عشر والقولون ويعاني من البروستات وتضخم عضلة القلب وطالبت نقابة الصحفيين ميليشيا الحوثي بسرعة الإفراج الفوري عن الأرحبي وتوفير العناية الطبية له معبرة عن خشيتها الكبيرة على حياته من جانبه دعا تحالف ميثاق العدالة من أجل يمن ميليشيا الحوثي والحكومة في عدن إلى الامتناع عن استخدام القضاء لملاحقة الصحفيين والناشطين وتقويض حرية التعبير في البلاد وقالت 31 منظمة ومؤسسة حقوقية في بيان مشترك إنها تتابع بقلق بالغ حملة القمع والاستهداف التي تمارس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل مختلف السلطات في اليمن على خلفية نشاطهم في الدفاع عن الحريات وعمالهم واهتمامهم بحقوق الضحايا وأكد البيان أنه في الآونة الأخيرة زادت حدة القمع باستخدام السلطات للقضاء بشكل كبير من أجل عقاب المدافعين وإسكات أصواتهم وتقويض حرية التعبير في اليمن أفدى ملتقى الموظفين النازحين في العصمة الماقة عدن بأن وزارة الخدمة المدنية تواصل تعصفاتها ونصب عراقيل أمام صرف مرتبات الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة وأضح ملتقى النازحين في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك أن وزير الخدمة المدنية يواصل عرقلة صرف مرتبات الموظفين النازحين لأشهر يوليو وأستس وسبتمبر 2024 وذكر ملتقى في رسالته أنه منذ نزوح هؤلاء الموظفين من مناطق الخاضعة على سيطرة ميليشيا الحوثي إلى عدن وبقية المناطق المحررة في العام 2017 تفرض وزارتاء المالية والخدمة المدنية العديدة من التعصفات والابتزازات يأتي ذلك في الوقت الذي خسرت المرتبات أكثر من 850% من قيمتها مقارنة بما قبل انقلاب ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة ضبط كمية كبيرة من القات المطحون في مديرية شحن كان في طريقه إلى خرج البلاد وقال مركز إعلام المهرة أن شرطة مديرية شحن ضبطت عددا من الكراتين تحوي أكياسا مموهة بأكياس شاهي وأكياس حنى يمني معدة ومغلفة في معامل خاصة بداخلها قات مطحون والتي كانت في طريقها إلى دول جوار وأضح أن الاستدلالات الأولية كشفت بأن الكمية المضبوطة قادمة من إحدى المحافظات عبر إحدى مكاتب النقل والتي تقدر ما يقارب نصف طن من هذه المادة في عملية هي الثانية خلال أسبوع وإلى أخبار فلسطين حيث تواصل قوات الاحتلال توغولها في شمال غزة لليوم الثالث عشر تواليا وسط قصف جوي ومدفعي عنيف وحصار وتجويع خاصة لمخيم جباليا وحزر كامل للمحافظة عن غزة بتزاون مع قصف مكثف طال أنحاء متفرقة من القطع وقال مراسلنا إن ثمانية مواطنين استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الحربي مزلا بشارع الصناعة جنوب غربية مدينة غزة فيما قصفت قوات الاحتلال مدرسة خليفة التي تؤوي نازحين خلف أبراج الشيخ زايد شمال غزة وإشار الاستشهاد 12 شخصا وإصابة آخرين نتيجة قصف إسرائيلي سهدف منزل عائلة القرن في حي النصر كما استشد مواطنان وأصب آخرون نتيجة قصف على منزل عائلة الخيري في محيط مفترق عبد العالة في مدينة غزة وأكد مراسل تعرض منزل عائلة الدهشان في منطقة صبرة جنوبي مدينة غزة لقصف إسرائيلي في حين نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في مخيم جباليا المحاصر شمالي غزة وفي سيق متصل طالبت منظمة الصحة العالمية لاحتلال الإسرائيلي بالسماح لوكالة الصحة وشركائها بالوصول إلى شمال قطع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية المدير العام منظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم جبريسوس أشار إلى أن تصاعد العنف في المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي يعيق جهود بعثات مساعدات الإنسانية في توصيل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية اللازمة وأكد أن بعثة واحدة فقط من أصل 54 بعثة للأمم المتحدة تم تكليفها للعمل في شمال غزة خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري تمكنت من إكمال مهمتها بنجاح بينما تم رفض أو إلغاء أو عرقلة البعثات الأخرى من جانب أكد ريك بيبر كورون ممثل من نظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن نحو 500 ألف شخص في غزة يواجهون ظروفا غذائية كارثية وأن أنشطة تربية الحيوان تضرر بنسبة 60% تتنشر وليكم أبرز ما جاء فيها تظاهرة حاشدة في تعز تطالب الحكومة بالعمل على بدء الإصلاحات الاقتصادية وتندد بتدهور العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة الدفاع الأمريكي تعلن تنفيذ ضربات دقيقة ونوعية ضد مواقع تخزين أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي مقتل وإصابة ثمانية جنود في هجوم مسلح استهدف دورية عسكرية في أبيان وقوات الاحتلال تكثف من هجماتها وقصفها على غزة في اليوم السابع والسبعين بعد ثلاثمائة من العدوان على القطع ختاما في أمان الله اشتركوا في القناة